سلام الله عليكم أصدقائي صديقاتي مرحبا بكم في فيديو جديد فيديو اليوم خاص بالنص الوظيفي تحت عنوان المغرب حضارة كونية دائما مرجع في رحاب اللغة العربية للسنة السادسة من التعليم الابتدائي إذن أولا قبل قراءة النص والأجوبة عن فقرات المرافقة لهذا النص من فقرة أفهم وأحلل وأركب وأقوم سنجيب عن فقرة ألاحد وأتوقع إذن سؤال أول أذكر ما أعرفه عن بعض المآثر التاريخية المغربية إذن جوابا عن السؤال إذن سنذكر ما نعرفه من المآثر التاريخية المغربية المشهورة والمعروفة في المغرب إذن من بين المآثر التاريخية القديمة المعروفة في المغرب نجد سوماعة حسن مسجد الكتبية مسجد القرويين قوس النصر بوليلي إلى غير ذلك من المآثر التاريخية الكثيرة يعني من أقواس ومن أصوار إلى غير ذلك ومساجد كذلك إذن بما يوحي عنوان النص وأتأمل الصور وأتوقع علاقتها بالنص إذن يوحي عنوان النص بأن النص سيتحدث عن حضارة المغرب باعتبارها حضارة كونية والصور هي لمآثر تاريخية مغربية إذن الصور هي لمآثر تاريخية مغربية وأخرى يعني بمدينة إشبيليا بإسبانيا إذن بالنسبة للصورة الثانية فهي ببرج الدهب بإشبيليا وهو من مظاهر الحضارة الأندلوسية وهو امتداد للحضارة المغربية الأندلوسية ببلاد الأندلوس قديما أو بإسبانيا يعني في عصرنا الحالي إذن الآن سنقرأ النص ثم سنمر للإجابة عن الأسئلة الخاصة بهذا النص إذن تابعوا معي إذن لنقرأ النص يوجد المغرب في موقع متميز على رأس القارة الإفريقية ويشرف على واجهتين بحريتين هامتين المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط وهذا الموقع المتميز هو الذي جعل المغرب وعلى امتداد مئات السنين يؤسس حضارة ذات خصوصيات كانت ولا تزال سلة وصل بين الشرق والغرب من جهة وبين الشمال والجنوب من جهة ثانية ومن خصائص هذه الحضارة الرسالة الإشعاعية التي حملتها مكوناتها الثقافية إلى قارة الإفريقية حتى بلغت تخوم دولتي النيجر والسنغال جنوبا وحوضى وادي النيلي شرقا فقد ظل المغرب على امتداد عصور التاريخ يقود القوافل التجارية التي كانت تنطلق من شماله إلى الأعماق الإفريقية تحمل الخير والنماء إلى هذه البلدان بالإضافة إلى البعثات العلمية التي كانت تنطلق من أراضيه نحو هذه الدول وهي روابط امتدت إلى وقتنا الحاضر ثم إن من خصائص الحضارة المغربية قديما وحاذيثا استقبالها للمهاجرين من الفينيقيين والقرطاجيين والأفارقة والعمل على اندماجهم وانصهارهم ضمن مكونات المجتمع المغربي الذي تميز سكانه بحسن استقبال هؤلاء المهاجرين وتعزيز روابط الأخوة والمحبة معهم ثم لا يخفى الدور الكبير الذي قام به المغرب في حوض البحر الأبيض المتوسط خاصة في بلاد الأندلس التي ظلت لثلاثة قرون متواصلة في رعاية الدول التي تعاقبت على حكم المغرب من المرابطين والموحدين والمارينيين وعرفت في عهد هذه الدول الزهارة لا مثل له في مجال الآداب والعلوم والفنون وهو الأمر الذي سيكون له بعد فترة من الزمان الفضل في بناء النهضة الأوروبية ولم يفت المغرب اليوم وبالأمس توثيق الروابط بين المسلمين والمسيحيين وبين المسلمين واليهود أيضا تثبيتا لأخوة الإنسانية وتحقيقا لمبدأ التسامح الذي كان ولا يزال الشعار الأسمى الذي يتوج مسيرته الحضارية ذات الجوهر الإنساني الخالدي إنها محطات مشعة من حضارة المغرب التي تميزت على امتداد مئات السنين بالعطاء والابتكار والتسامح مع جميع الثقافات والأجناس والديانات الشيء الذي ضمن لها التواصل والامتداد والاستمرار حيث لا تزال إلى يومنا هذا تتطلع بالدور الرائد في القارة الإفريقية ولدى الدول العربية والإسلامية ولها مكانتها المتميزة في شمال البحر الأبيض المتوسط بفضل سفرائها من أبناء الجالية المغربية المقيمة بدول أوروبا وفي كل أرجاء العالم إذن هذا هو النص أصدقائي الآن سنمر مباشرة إلى الأسئلة الخاصة بهذا النص إذن لنبدأ مع فقط أنمي معجمي إذن سؤال أول آتي بخارطة كلمة عرفة إذن لنرجع إلى كلمة عرفة في النص إذن فكلمة عرفة في النص هي وعرفت في عهد هذه الدول ازدهاراً لا مثيلة له يعني الحضارة المغربية عرفت يعني شهدت وحققت وأدركت أدركت ازدهاراً لا مثيلة له إذن سنشرح هذه الكلمة حسب سياقها في النص إذن تابعوا معي إذن بالنسبة لكلمة عرفة نوعها فعل ضدها فشلت وأخفقت إذن مرادفها شهدت حققت أدركت ونركبها في جملة عرفتي إذن عرفتي وليس عرفت إذن عرفتي الحضارة المغربية ازدهاراً كبيراً إذن نمر الآن للسؤال الثاني أبحث في معجم اللغوي عن معنى تخوم إذن تخوم هي حدود فاصلة بين الأراضي التخوم هي الحدود الفاصلة بين الأراضي والبلدان إذن السؤال الأول من فقرة أجيب أين يقع المغرب وما الذي ساعد المغرب على تأسيس حضارته إذن سؤال مركب من سؤالين إذن يقع المغرب على رأس القارة الإفريقية ويطل على واجهتين بحريتين هامتين وهذا يعني عهد الموقع وهذا الموقع المتميز هو الذي مكنه من تأسيس حضارته إذن جواب عن الشق الأول من السؤال والجواب عن الشق الثاني يقع المغرب على رأس القارة الإفريقية يطل على واجهتين بحريتين هامتين وهذا الموقع المتميز هو الذي مكنه من تأسيس حضارته سؤال موالي ما الخاصية التي ركز عليها الكاتب في الفقرة الثالثة؟ إذن جواب عن السؤال إذن الخاصية التي ركز عليها الكاتب في الفقرة الثالثة هي انفتاحه على باقي الجنسيات واستقباله للمهاجرين والعمل على اندماجهم وانصهارهم ضمن مكونات المجتمع المغربي إذن السؤال الموالي في أي فترة ازدهرت بلاد الأندلس؟ إذن جوابا عن السؤال عرفت بلاد الأندلس ازدهارا كبيرا في عهد المرابطين والموحدين والمارينين يعني امتداد هذه الدول التي حكمت المغرب امتدادها إلى الأندلس يعني وبالتالي عرفت بلاد الأندلس ازدهارا في وقت أو في عهد هذه الدول المرابطين والموحدين والمارينيين السؤال الموالي كيف كان استقبال المغاربة للمهاجرين؟ إذن جوابا عن هذا السؤال إذن أحسن المغاربة استقبال المهاجرين إذن هذا هو الجواب أحسن المغاربة استقبال المهاجرين سؤال موالي ما السر في توثيق الروابط بين المسلمين وغيرهم بالمغرب يعني ما السر في ذلك إذن جواب هو السر في توثيق الروابط بين المسلمين وغيرهم بالمغرب هو تثبيت الأخوة الإنسانية وتحقيق مبدأ التسامح هو تثبيت الأخوة الإنسانية وتحقيق مبدأ التسامح سؤال موالي المغرب رائد في القارة الإفريقية بانفتاحه وتسامحه أوضح ذلك إذن جواب عن السؤال يعتبر المغرب رائدا في القارة الإفريقية بانفتاحه على العالم وتسامحه وتقبل الآخر وذلك بفضل سفرائه من أبناء الجالية المغربية المقيمة بدول العالم إذن نمر الآن أصدقائي إلى فقرة أقرأ وأحلل أقترح عنوان آخر مناسب للنص إذن سأقترح عليكم العناوين التالية الحضارة المغربية المغرب حضارة متميزة وخصائص الحضارة المغربية يمكنكم أن تختاروا عنوان من هذه العناوين إذن الحضارة المغربية أو المغرب حضارة متميزة أو خصائص الحضارة المغربية فجميعها عنوين تصلح لهذا النص السؤال الموالي أربط كل فقرة بفكرتها المناسبة إذن بالنسبة للفقرة الثانية فأجبت عن هذا السؤال قبلا فالفقرة الثانية فكرتها الأساسية هي خصائص الحضارة المغربية إذن تحدثت الفقرة الثانية عن خصائص الحضارة المغربية بالنسبة للفقرة الثالثة فقد جاء فيها ذكر كيفية استقبال مغاربة للمهاجرين والفقرة الرابعة ناقشت تأثير الحضارة المغربية في نهضة أوروبا والأندلس بصفة خاصة نمر إلى السؤال الموالي أستخرج من النص جملة توجيهية إذن بالنسبة للجملة التوجيهية التي توجد في النص هي هذه الجملة الشيء الذي ضمن لها التواصل والامتداد والاستمرار حيث لا تزال إلى يومنا هذا تطلع بالدور الرائد في القارة الإفريقية إذن هذه الجملة التوجيهية الشيء الذي ضمن لها التواصل والامتداد والاستمرار حيث لا تزال إلى يومنا هذا تطلع بالدور الرائد في القارة الإفريقية إذن الآن سنمر أصدقائي إلى أبدي رأيي في حسن استقبال مغاربة للمهاجرين إذن أبدي رأيي في حسن استقبال مغاربة للمهاجرين إذن حسن استقبال مغاربة للمهاجرين يعتبر مثالا في تمتين العلاقات الأخوية بين شعوب العالم وتفعيل لمبدأ التسامح والإنفتاح وهو إن دل على شيء دل على الكرم وحسن الاستقبال والضيافة التي يمتاز بها الشعب المغربي إذن هذا رأيي في حسن استقبال مغاربة للمهاجرين والعمل على إدماجهم في مكونات ضمن مكونات المجتمع المغربي وانصهارهم ضمن الهوية المغربية إذن فحسن استقبال يعتبر مثالا في تمتين العلاقات الأخوية بين شعوب العالم وتفعيل كذلك لمبدأ التسامح والإنفتاح والتقبل الآخر إذن نمر الآن أصدقائي إلى فقرة أركب إذن أستعين بأسئلة الفهم لألخص النص شفاهيا ثم كتابيا إذن بالنسبة لتلخيص النص إذن سأقترح عليكم هذا التلخيص إذن تابعوا معي يتحدث النص عن الحضارة المغربية ففي هذه المقالة للكاتب المغربي عبد العزيز بن عبد الله صلت الضوء على الموقع الجغرافي المتميز الذي ساهم في انفتاح الحضارة المغربية على العالم كما ذكر أهم خصائص هذه الحضارة إذن كما ذكر أهم خصائص هذه الحضارة والتي إذن نتمي والتي من أهمها الرسالة الإشعاعية التي امتدت عبر ربوع إفريقيا كما اعتبر الكاتب استقبال المغربي للمهاجرين والعمل على إدماجهم ضمن مكونات المجتمع المغربي وتقبل الفئات الغير المسلمة من الدينات الأخرى جوهر إنساني خالد وشعار سامي للحضارة المغربية إذن أصدقائي سأعيد كراءة التلخيص إذن تلخيص خاص بالنص إذن لنعيد قراءة التلخيص إذن يتحدث النص عن الحضارة المغربية ففي هذه المقالة للكاتب المغربي عبد العزيز بن عبد الله صلت الضوء على الموقع الجغرافي المتميز الذي ساهم في انفتاح الحضارة المغربية على العالم كما ذكر أهم خصائص هذه الحضارة والتي من أهمها الرسالة الإشعاعية التي امتدت عبر ربوع إفريقيا كما اعتبر الكاتب استقبال المغرب للمهاجرين والعمل على إدماجهم ضمن مكونات المجتمع المغربي وتقبل فئات الغير المسلمة من الدينات الأخرى جوهر إنساني خالد وشعار سامي للحضارة المغربية إذن الآن مع السؤال الأخير استخرج القيم الواردة في الفقرة الأخيرة من النص إذن بالنسبة للقيم الواردة في الفقرة الأخيرة من النص لدينا العطاء، الابتكار، والتسامح وبهكذا ننهي حصتنا لهذا اليوم الخاصة بالنص الوظيفي المخصص لهذا الأسبوع موعدنا إن شاء الله تعالى مع أنشطة الاستثمار للصرف والتحويل والتراكيب والإملاء إذن في الفيديوهات القادمة إن شاء الله تعالى أكونوا في الموعد دائما على نفس القناة إلى اللقاء